وكانت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية قد انطلقت اليوم حيث من المقرر أن تشارك في مؤتمر المناخ بالشرم الشيخ نحو خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها انطلقت فعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمقرر مشاركتها ضمن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مصر اطلقت مبادرة تنموية رائدة برعاية كريمة من سيد رئيس الجمهورية وبتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء مبادرة دي هدفها ان احنا نؤكد على ان الدولة المصرية جادة في توطين اهداف التنبيه المستدامة جادة في ان هي تاخد في اعتبارها البعد البيئي والبعد الزكي والتحول الرقمي في كل المشروعاتها جادة في ان هي النهاردة بتؤكد على التنفسية والميزة النسبية الموجودة على مستوى كل محافظة وعلى اشراع كل اطراف المجتمع القمة هنا بتجمع الجانب السياسي والتنفيذي وايضا رؤساء المنظمات الدولية ويضاف الى ذلك المشاركين من المؤسسات المجتمع المدني زائد القطاع الخاص ففيه مشاركة كبيرة جدا وده بيأكد على اولا انه هناك زخم عالمي يساند موضوع العمل المناخي رغم التراجع الشديد فيه الفائزون بالمبادرة تمت باختيار ستة مشروعات بكل محافظة باجمال 162 مشروع من جميع المحافظات وهي المشروعات التي ستشارك في مؤتمر المناخ كوب 27 احنا الحقيقة في البداية حصلنا على المركز الاول فئة الشركات النشأة لمحافظة البحر الاحمر والنهاردة حصلنا على المركز الاول فئة الشركات النشأة لمستوى جمهورية مصر العربية في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضرة هي شركة نشأة بتطور وبتصنع انظمة طاقة متجددة مبتكرة عشان تنتي الكهرباء تخدم القطاع الزراعي او تحلي مية تخدم نفس القطاع بالاخص في المناطق البعيدة واحنا كقطاع خاص ادن ان احنا نحل المعضلة داية من وجهة نظرنا عن طريق بشكل شامل لانها معضلة الطاقة والغزاء والماء مع مشكلة متركبة وتحدي مركب ما تقدرش تحلي كل جزء لوحده لازم تتكلت هوليستيكلي بشكل شامل ياتي تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي واثار التغيرات المناخية في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 اشتركوا في القناة